بشرفي انت ساحل ايه اللي حصل ده لحجة البنك ده ياريت خالص جابي لسه قافل معايا جادرولنا القرد وزودولنا المدر عشان تعرف انت بتشتعل مع مين يا متر سيادتك لغزك ديك او يا محسن باشا نفسي اعرف حل بوبوس نعم بوبوس دي مظهرية اقتصادية دي لا دي نظرية بوبوس لجدولة الديون المتعسرة وتوفيق الاوضاع دي نظرية امريكية لا دي مصرية مية المية على فكرة باشا انا كده متفايل اوي متفايل بي ايه احنا لنا فلوس برا كتير اوي لو لمنا نصها حنسدد كل اللي علينا وزيادة كمان اهم دول كبار رجال اعمال في البلد اللي لنا عدوا 200 مليون واللي 130 مليون ومشارحهم شغالة وعايشين ملوك روح خد فلوسك بينهم انت احاق بيها دلوقتي مين الاولاني دا؟ دا كريم ساروت لينا كام خنسة 40 مليون انا لساني اتلوه معاك غلوبت اقولك ما تتعملش مع البنوك المصرية دي دولة ناس ما الهمش في البزنس ولا يعرفوا اي حاجة في البزنس من اساسه وقلتلك كمان حط فلوسك في بانك منهاتن دولة ناس كوريكت بيس وبراكتيكل عايزت جدول يا جدول يقولك بمنتهى السهولة اللي في الدنيا اي بزنس من مع بانك منهاتن حاسس نفسه safe and secure نصيب بقى ساروت الـ 45 مليون دولار بتوعك حكتبلك بيهم شيك على البانك منهاتن اسف جدا نسيتهم I beg you pardon متشاكرا يا ساروت ايه الصوت دا؟ دا صوت نراتي يا مراتك بتقولين اللي حاجة بتوعي يا ساروت بنا اتخرب خسرنا كل حاجة من كمال هاد الفلس وفلسطة كلها راحت يا راحت يا راحت يا راحت طبه صاروت اجيلك وقت تانى يكون مزاجك رائع فيها يا عم جيل عم جيل على فين يا باشا؟ ايه؟ على فين يا باشا؟ على فيلا هاشم السلح داري اللي في الزمالك عارفها؟ هو فيه حد ما عرفش هاشم بيسلح داري يا باشا؟ هعنده فلوس بره وجوه تشتري مصر كلها بره وجوه؟ على اللي بس نعرف ناخده الفلوس متعاشا اللي عنده ربنا يسمع من داك يا باشا؟ هاشم بيه موجود؟ ايه فاند قول له محسن هنده فاضح يا باتك فاضح موسيقى 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 شوه اشتركوا في القناة